النية محلها القلب الانسان الذي يريد الوضوء حينما يذهب يذهب لي يتوضع حتى يستبيح العبادة الصلاة وغير الصلاة ولذلك لا يجوز للانسان ان يتلفظ بالنية اثناء الوضوء ولا في اي عبادة من العبادات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات ولذلك من شروط صحة الوضوء انك تنوي بمعنى في قلبك تستحضر انك الان تريد ان تتوضى الوضوء وضوء العبادة والطاعة الذي تستبيح من خلاله الصلاة ربنا جل وعلا بينا بان فرائض الوضوء اربعة والعلماء استنبطوا من خلال الاية الكريمة اوصلوها الى ستة اولا غسل الوجه غسل الوجه كاملا الوجه هو ما يواجه الانسان به الناس وسأبين حدوده ان شاء الله من خلال الشرح العملي وغسلوا اليدين مع المرفقين واليد تبدأ من اطراف الاصابع الى المرفق ثم مسح جميع الرأس ومنه الاذنان ثم غسلوا القدمين مع الكعبين وهناك الترتيب بين اعضاء الوضوء لان الله تعالى رتب اعضاء الوضوء وادخل بينها الممسوح وطريقة العرب ان ادخال الممسوح بين المغسولات بمثل هذه الصورة يفيد معنى والمعنى هو الترتيب والعرب دائما ما تفرق بين المتماثلات بشيء مخالف الا لافادة الترتيب وايضا الموالاة ما معنى الموالاة ان يوالي المتوضع بين اعضاء الوضوء بحيث انه لا يترك غسل عضو او يغسل عضو ثم يترك العضو الثاني فيغسله بعد فترة حتى ينشف العضو الاول لا فالنبي عليه الصلاة والسلام امر رجلا وجد او رأى على ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم ما اتاه الماء فامره بان يعيد الوضوء عليه الصلاة والسلام فدل هذا على ان الموالاة فرض من فروض الوضوء بحيث لا يعني يجعل المتوضع فصل طويل بين العضو وبين العضو الآخر الامر الثاني من السنة ان يستاك الانسان قبل ان يتوضع من السنة ان يستاك الانسان قبل ان يتوضع فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو لا ان اشق على امتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء عندما يأتي الانسان ليتوضع يستاك يستاك ولو استعمل الفرشاء اللي لم يجد السواك لا حرج عليه في ذلك الامر الآخر اخواني واخواتي لما يأتي الانسان ليتوضع وقبل ذلك اريد ان انبه الى مسألة وهي ان الرجال والنساء في الوضوء سواء الرجال والنساء في الوضوء سواء يعني ليس هناك اختلاف بين الرجل والمرأة في قضية الوضوء فالمرأة تتوضأ كما يتوضأ الرجل حتى في قضية الرأس سأتي الى ذكر مسألة كيفية مسح الرأس بالنسبة للمرأة فالمرأة والرجل سواء في قضية الوضوء من السنة للانسان قبل ان يتوضع يعني في بداية الوضوء ان يقول بسم الله بسم الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث وان كان محل يعني كلام عند اهل العلم من جهة الاسنة لكن جماهير اهل العلم على ان التسمية سنة اخواني واخواتي التسمية وليس البسملة لماذا اقول هذا الكلام لان من الناس من اذا جاء يتوضأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا ما تقول هذه في الصلاة اما في الوضوء تقول بسم الله فقط تقف على بسم الله فقط ثم بعد ذلك تغسل كفيك ثلاثا بهذه الطريقة بارك الله تأخذ الوضوء فتغسل الكفين بهذه الطريقة ثلاثا وهذه الغسل الكفين سنة من سنة الوضوء يعني ليس بواجب وليس بشرط هذا بالنسبة للانسان الذي ما عنده مشكلة و جاء يتوضى يغسل الكفين بهذه الطريقة وهذه السنة وليس واجب يعني لو الانسان مثلا ابتدأ الوضوء بالمضمضة والاستنشاق وضوء صحيح ولله الحمد لكن السنة أن يغسل لأن لأن هذين الكفين هما الآلة لنقل الماء فاستحب أن تكون نظيفة طيبة ما فيها شيء من الأشياء التي قد يعني تلحق الوجه أو شيء فيغسل كفيه وهذه سنة كما ذكرت ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق وصفة المضمضة والاستنشاق إخواني وأخواتي الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الجمع بينهما يعني يجمع بكف واحد بين المضمضة والاستنشاق بين المضمضة والاستنشاق بهذه الطريقة بارك الله فيكم يأخذ الماء أو مثلا إذا كان في حنفية مثلا يعني يأخذ الماء من الحنفية أو من الإبريق مثلا بهذه الطريقة هذا كف الآن من ماء ثم بعد ذلك يقول هكذا فمضمض واستنشق بكف واحدة فأدخل الجزء من الماء في ثمه والجزء الآخر في أنفي ثم استنثر أخذه بالكف اليمنى ثم استنثر باليد اليسرى ويكفي بر واحدة هذا هو الواجب وما زاد على ذلك فهو سنة وهذا ما سأبينه بعد قليل أن الواجب غسل واحدة في جميع الأعضاء أن الواجب غسل واحدة فقط في جميع الأعضاء والزيادة على ذلك إلى ثلاث سنة ومن زاد على الثلاث فقد اعتدى وظلم وابتدع في دين الله لاحظتم إخواني هذا هو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك أعيد مسألة المضمضة أعيدها مرة ثانية يأخذ هكذا كفا بكف يده اليمنى بهذه الطريقة ويقسم الماء بين فمه وأنفه ويستنشق بمثل هذه الطريقة بارك الله فيكم ثم بعد ذلك يغسل وجهه الغسل الأولى هي الواجبة والوجه هو من من حذر من الرأس من أعلى الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا لاحظوا كيف يغسل الوجه هكذا عممت الوجه كاملا ابتداء من من حذر من الجبهة مرورا بالعينين والخدين إلى منطقة الذقن ولاحظتم بأن أصبعي جاءت إلى المآقي هذه لأن في الغالب أن بعض الناس لما ينزل لا ينزل إلى هذه المنطقة ولذلك أنا مسحتهما بالسبابة أو غسلتهما بالسبابة وأيضا أسفل الشفة ليسمى العنفقة هذا مع إمرار إبهامية على هذه المنطقة لاحظوا التي بين الأذن وهذه يسمى العذار هذه المنطقة للأسف كثير من الناس لا يغسلها هذه المنطقة هذه البيضاء لا يغسلها كثير من الناس وإنما يغسلون مقدمة الوجه وهذا لا وضوء لهم لأن الوجه تحديل حده الشرعي من الأذن إلى الأذن عرضا ومن من حدر من الرأس إلى الذقن طولا هكذا بهذه الطريقة وتجد بعض الناس لما يتوضى يقول هكذا فقط هذا لا وضوء له الوضوء أعيد مرة ثانية مسألة غسل الوجه لاحظوا أخذت الماء بهذه الطريقة من أعلى الجبهة لاحظ كيف أني أمررت يدي على هذه المنطقة مع السبابة من جهة العينين وكذلك العنفقة والتبليغ الماء إلى منطقة الوجه بعد ذلك ننتقل إلى مسألة غسل اليدين غسل اليدين في خطأ يرتكب كثير من الناس وهو أنهم يغسلون من هنا اعتقادا منهم أن غسل الكفين في أول الوضوء يكفي وهذا غلط غسل الكفين في أول الوضوء مستحب وسنة وغسل اليدين أثناء الوضوء فرض واليد تطلق من أطراف الأصابع إلى المرفقين ولذلك إذا جئت تغسل سواء وضعت يدك تحت الحنفية أو أخذت الماء بمثل هذه الطريقة ونحن استعملنا هذا حتى نبين أن الإسراف ما يجوز الإسراف في الماء لا بهذه الطريقة عممت الماء على اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفقين أدرت الماء إلى المرفقين بمثل هذه الطريقة ثم تبدأ بغسل اليد الثانية بهذه الطريقة أيضاً هذه الطريقة هذه صفة غسل اليدين ومن السنة إخواني وأخواتي أثناء الغسل أنني أخلل أصابع اليدين هذا التخليق يدخل أصابع اليدين مع بعضهما بشكل يسير وسهل من دون مبالغة مرة واحدة يكفي أو مرتين بهذه الطريقة حتى لأن بعض الناس عند أيديهم خشنة فيها بسبب الحراف أو المهان أو بعض الناس عنده مثلاً أمراض جلدية أكزيمة وغيرها يحتاج أن يخلل بينه أصابعي هذا الغسل ثم ننتقل إلى العضو الذي بعده وهو مسح الرأس ومسح الرأس الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الرأس كاملاً كاملاً والمسح يا أخواني غير الغسل بعض الناس الآن لما تنظر إليه وهو يتوضأ كأنه يغسل شعر رأسه وهذا خطأ وإنما تأخذ ماء تبلّل يديك تبلّل يديك وبعدين تمسح الرأس مدبراً ومقبلاً مدبراً ومقبلاً بهذه الطريقة لاحظ أخذ كف من ماء بشكل يسير بهذه الطريقة أبلّل يديك الثنتين وأنفضهما ثم أبدأ بهذه الطريقة لاحظوا الإبهام أين يكون بهذه الطريقة وأنتقل إلى آخر الرأس ثم أعود مرة ثانية أعود مرة ثانية أخذ كفاً من ماء بهذه الطريقة وأنفض يدي ثم أبدأ بمقدّم الرأس لاحظوا الإبهام وأن يشتغل أو يمر بهذه الطريقة إلى آخر الرأس ثم أعود إلى مقدّمة الرأس فقط مرة واحدة والعضو الوحيد الذي لا يكرر هو المسح رأس ما يمسح أكثر من مرة فالذهاب والعودة مرة واحدة الذهاب والعودة مرة واحدة بارك الله فيكم بعدما أنتهي أمسح الأذنين هل أخذ لهما ماء جديداً؟ الجواب لا لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ ماء جديداً للأذنين وإنما الماء الذي مسح به الرأس يمسح به الأذنين لماذا؟ لأن الأذنان من الرأس وليس من الوجه ولو كانت من الوجه غسلتها بماء جديد أو غسلتها مع الوجه لا هما من الرأس ولذلك الماء الذي مسحت به رأسك تمسح أذنيك طيب كيفية مسح الأذنين؟ مسح الأذنين إخواني وأخواتي يكون ظاهراً وباطناً فأول شيء تدخل السباحتين داخل أذنك السباحتين تدخلهم في صماخ الأذنين وتجعل السباحتين يمسحان باطن الأذن من داخل الأذن بهذه الطريقة السباحة هكذا لما تدخلها في أذنك وتمسح باطن الأذن وأما الإبهام فيمسح ظاهر الأذن من الخلف يمسح ظاهر الأذن بسهولة جداً وأنت لما تدخل أصبعيك في أذنيك تجعل السباحتين يمسحان باطن الأذن والإبهام يمسح ظاهر الأذن ويكون بهذا قد عممت مسح الأذنين قد عممت مسح الأذنين ومسح الأذنين في أصح أقوال أهل العلم أنه واجب ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتركه بعد ذلك العضو الأخير وهو القدمين يبدأ طبعاً من السنة أن يبدأ دائماً بالقدم اليمنى ثم اليسرى مثل ما بدأنا باليد اليمنى ثم اليد اليسرى بارك الله فيكم وغسر القدمين لا بد فيه من إدخال الكعبين والكعبان هم العظمان الناتئان في أسفل الساق ولذلك أبدأ بهذه الطريقة لاحظوا طبعاً يكون المسح باليد اليسرى أفضل كما ينص على ذلك العلم أبدأ بمقدمة أصابع رجلية ثم أعمم الماء بهذه الطريقة ويكون قد غسلت القدم اليمنى ثم أنتقل إلى القدم اليسرى بهذه الطريقة أبدأ بمقدمة الأصابع ثم أبدأ وأنتهي مع العقب وجميع أجزاء القدم لاحظوا كيف أني أدخلت الكعبين ومن السنة أنني أخلل أصابع قدمية وقد يجب على أشخاص عندهم مشاكل مثلاً مثلاً في التواء في الأصبع بحيث أن الماء ما يدخل بين الأصابع يتأكد وقد يجب عليهم ذلك والعلماء يقولون الأفضل أن يخلل بأصبع يده اليسرى الخنصر بأصبع يده اليسرى الخنصر هذا يسمى الخنصر بهذه الطريقة أدخل بين أصابع قدمية بهذه الطريقة وكذلك القدم اليمنى يعني لما أنتهي من غسل القدم اليمنى أبدأ بالتخليل بهذه الطريقة أدخل الأصبع في داخل الأصابع بهذه الطريقة طبعا يجب أن نعلم بأن الترتيب بهذه الطريقة واجبة ولذلك لو أن شخصا مثلا سبح في البحر أو في حوض سباحة ونوى الوضوء نقول ما يصلح ولا يصلح لماذا؟ لأنه افتقد إلى الترتيب افتقد إلى الترتيب فلابد من الترتيب بين أعضاء الوضوء وأن لا يؤخر الإنسان غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذا لا يصلح أبدا ويبطل الوضوء لو أن شخصا ترك غسل العضو مثلا بعض الناس يغسل مثلا يديه يعني توضأ ثم يصل إلى اليدين فيأتيه اتصال هاتفي أو أحد يكلمه ويترك الوضوء ثم يعود فإذا عاد وقد نشف العضو اختيارا يعني ما فيه مثلا هوى أو الجو حار نشف فإنه يعيد الوضوء من جديد يعيد الوضوء من جديد بعد ذلك إخواني وأخواتي حينما ينتهي المتوضى يأتي بالدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم بأن من السنة أن يأتي بالتسمية في أول الوضوء ثم في آخر الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا الحديث عند مسلم والترمذي زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللي يقول هذا الدعاء تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء بعض الناس يرفع أصبعه هذا ما فيه دليل ما فيه دليل أنك ترفع أصبعك بعد الوضوء لأن الحديث الثابت فيه لا يصح بل ضعيف جدا أنه كان يرفع يديه وفيه دعاء آخر وهو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا عند النساء بإسلاد صحيح والمعنى إخواني وأخواتي بأن أذكار الوضوء ثلاثة فقط ليس هناك أذكار على الوضوء مطلقا أبدا وإنما ثلاثة أذكار الذكر الأول في أول الوضوء بسم الله والذكر الثاني بعد الوضوء أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ولو أضفت إليه وأتيت إليه بالدعاء الثاني ما في بأس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا بأس وبعض العلم يرى بأنه ينوع بين هذا وهذا لكن لو جمعهما جميعا لا حرج عليه في ذلك بارك الله فيكم طبعا بعض الناس الذين يخطئون في مسألة أذكار الوضوء يأتون بأذكار على كل عضو من أعضاء الوضوء مثلا عندما يغسل يده يقول اللهم ألبسني الحلل عندما يغسل وجه يقول اللهم نور وجه دي كلها مخالفات وبيدع لماذا؟ لأن الرسول سلم ما قالها والله تعالى أمرنا باتباعه وبطاعته ولأن الصحابة ما قالوها ولذلك لا يظن أن إنسان أن كل دعاء يوظف في عبادة معينة أنه مشروع لا نلتزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام فما بينه صلوات ربي وسلامه عليه من الأخطاء أيضا إخواني وأخواتي ما يفعلوا بعض الناس من مسح الرقبة هذا من الأخطاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرقبة لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرقبة ولذلك مسعها عده العلماء من البدع وإنما يقتصر إلى مؤخرة الرأس يعني إلى نهاية شعر الرأس من الخلف بارك الله فيكم كذلك من المخالفات ما يتعلق بالإسراف في الماء فبعض الناس وللأسف الشديد لديه إسراف مخيف في قضية الماء يمكث الدقائق الكثيرة بل الوقت الطويل وهو يسرف ويهدر في هذا الماء والنبي عليه الصلاة والسلام لما مر على سعد وجده يتوضى قال لا تسرف في الماء قال يا رسول الله أهو في الوضوء سرف قال نعم وإن كنت على نهر جار ولذلك أنا قبل قليل توضأت مرة واحدة هذا هو الواجب توضأت مرة واحدة وأسبغت كل عضو بمعنى أنني عممت الماء على كل عضو من الأعضاء عممت الماء على كل عضو من الأعضاء بارك الله فيكم ولذلك ليس هناك داعي إلى هذا الإسراف وإلى هذا الهدر للماء وهذه مسألة شرعية إخواني وأخوات يعني المسألة ليست قضية والله ترشيد فقط الماء وكذا لا لا هي مع هذا هي دعوة نبوية ومسألة شرعية فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع أو بثلاثة أمداد تدرون ما هو المد؟ المد هذا الملء كفي الرجل المعتدل هذا يسمى المد ملء كفي الرجل المعتد يتوضى به صلى الله عليه وسلم وأنا الآن قبل قليل أعتقد بأني توضأت بهذا المقدار توضأت بهذا المقدار ولولا الإعادة يمكن أنني فعلا في حدود الأقل من المد لكن أنا عتم من باب التعليم ومن باب التفهيم بارك الله في الجميع ولذلك أخواني وأخواتي مهم جدا أن الإنسان يبتعد عن المبالغة في قضية استعمال الماء يسن للإنسان أن يتوضأ مرة ثانية أو ثالثة بمعنى أنه يغسل كل عضو مع عدى الرأس ثلاث مرات مع عدى الرأس ثلاث مرات بمعنى أعيد بمثل هذه الطريقة يعني الآن تمضمطت الآن بهذه الطريقة هذه المرة الأولى طبعا المضمضة تحتاج أنك تحرك الماء داخل فمك وهذه المرة الثانية ولو اقتصرت عليها لا بس وممكن آتي بالمرة الثالثة فقط ولا يجوز الزيادة وممكن إخواني وأخواتي أيضا أنوع بين الأعضاء كيف ذلك يعني ممكن أغسل الوجه مرة وحدة وأغسل اليدين ثلاث مرات أو مرتين وأغسل القدمين مرة أو مرتين أو ثلاث بمعنى يجوز التنوع يعني ليس شرطا أن يكون كل عضو يغسل بنفس العضو السابق يعني مثلا الآن أغسل وجهي غسلت وجهي مرة واحدة لاحظتم؟ الآن لما آتي أغسل يدي مثلا بهذه الطريقة أغسل يدي بهذه الطريقة ثم ممكن أغسلها مرة ثانية مع أني غسلت الوجه مرة واحد وممكن أغسل هذه مرتين وممكن أغسل هذه مرة يجوز بهذه الطريقة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نوع في الوضوء والاقتصار على الغسل الواحدة هو الواجب وما زاد على ذلك فهو سن بارك الله في الجميع طبعا بالنسبة للإنسان بعد الوضوء هل ينشف العضو أم لا؟ المسألة على الإباحة فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه أعطي منديلا بعد الوضوء فرده يعني ما نشف أعضاءه لكن هذا لا يعني بأنها بأن ترك الماء عبادة وإنما هي على الإباحة فاليحب أن ينشف لا بأس واليحب أن يترك أعضاء لا بأس وما عندنا دليل على أن إبقاء ماء الوضوء على الأعضاء فيه أجر وفيه ثوام هذا باختصار فيما يتعلق إخواني وأخواتي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله